أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من سلسلة تقارير معلوماتية صلت الضوء على المشروع النووي السلمي المصري ومراحله المختلفة أوضح المركز أن مصر تعد من الدول التي لها باع طويل مع البرنامج النووي السلمي منذ عقود حتى أخذ هذا البرنامج منح جديداً في عام 2015 عندما اتخذت الدولة قراراً بتنفيذ أول محطة نووية السلمية في مصر محطة الضبعة النووية كما أشر مركز المعلومات إلى وجود مكاسب عديدة منتظرة لمصر من تفعيل المشروع النووي موضحاً أنه مع دخول المفاعلات الأربعة في محطة الضبعة للخدمة ستدخل مصر النادي النووي العالمي